التجارة الفوضوية في بومرداس واقع بات يؤثر على هذا النشاط في الولاية ففي الوقت الذي قامت الدولة بتشييد أماكن بيع منظمة يبقى كثيرها خاويا على عروشه بعدما اتخذ الباعة المتنقلون من جوانبي الطرقات أماكن لعرض منتجاتهم وهو الأمر الذي بات يؤرق عديد المواطنين ويشكل خطرا عليهم الباعة من جانبهم ما يبررون به ويقولون إن الوفرهم من الأماكن الملظمة يعود لكونها مشيدة في أماكن معزولة لا تكتروا فيها الحركة داروا ناسوك تحت وأولحوه في شعبال تحت داروا في غابة فارك زيون أنت واحد من الناس أنت تجي للغابة ما تجيش للغابة تطلق المرة أنت تجي تقديم ثم أم بوسيبل ما كاش منها السوق هذا كعلى ما درتهش في طرف طرقه هنا درته في غابة وخليته أكذاك السوق يجي في الوقت ما كاش منها حبيبي السوق لازم عنده نور مال مو دايما دايما من جهتها مديرة والتجارة لولاية بومرداز أكدت أن مصالحها تسعي لمحاربة الظاهرة ويتجل ذلك بالخراجات المسطرة رفقة الجهة الأمنية وتوقيف كل الناشطين بأماكن فوضوية نامج مديرية التجارة في هذا الإطار مفتوح بمعية أعوان الأمن وراه الناشط متواصل وفي كل مرة رح نديرون خرجة ميدانية مع أعوان الدرك لإزالة هذه النقاط لاحظنا أنه كينين تجار فوضويين وكينين النقاط وكين مجهودات مبذولة من طرف مديرية التجارة بالتعاون مع أعوان الأمن لأنه هناك لجنة تحت إشرف سيد والي الولاية هذه اللجنة مكونة من الأمن زائد تجارة هذه اللجنة تقوم بإحصاء أولاً التجار الفوضويين وكل النقاط الفوضوية وكذلك إعداد برامج لإزالة هذه النقاط هذا ويحمل عديد والأطراف رؤساء البلدية جزءاً من المسؤولية كونهم المسؤولون الوحيدون عن تهيئة الأسواق الجوارية والبلدية والتي لا يزال عديدها مغلقاً منذ عدة أشهر